أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم واحد مريم زي ما عودناكم في حلقتنا أن واحد مريم بتقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد وبيساعدنا النهاردة أن نستضيف معنا المستشار الآلامي الأستاذ عبد الرحمن سالم المستشار الآلامي المجموعة خطاب في مصر والإمارات أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا أستاذ عليم في البداية أحب أهنئك على التعيين الجديد لحضرتك وإنك مساكت المستشارة الإعلامية لمجموعة خطاب ومنتجة واحد مريم طبعا من ضمنها ألف مبروك يا فندم الله يبرك كنت عايزة حرتك تكلمنا عن طبيعة عاملك كمستشارة للمجموعة وبصفة خاصة لمنتجة واحد مريم إيه طبيعة النشاط الإعلامي لحرتك بتقدمه للمنتجة بحيث أنه يستفيد من خبراتك الإعلامية طيب خليل أول أشكرك على الإصلاف الكريمة وأشكر المهندس علي خطاب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطاب جروب وبالأخص واحد مريم على الثقة الغالية بتعيينه ليا بتعيين يعني مستشارا إعلامي للمجموعة سواء كان هنا في مصر أو في دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة الحقيقة إحنا بتدينا عملنا أكتر من اللقاء ابتدينا خلالهم إن إحنا نفكر في أكتر من اللاين ممكن إحنا ندعم به المجموعة أو الشركات أو واحد مريم بشكل يعني خاص وطلعنا الحقيقة العديد من المخرجات يمكن كان أحد المخرجات اللي إحنا طلعناها هو برنامج واحد مريم اللي إحنا متواجدين فيه ده كان أحد الأفكار اللي إحنا يعني برنامج واحد مريم دي فكرة حضرتك ده نتيجة من النتائج اللي خربت بيها أنا والمهندس علي خطاب ضمن مجموعة من الخطط الإعلامية خلال الفترة الأخيرة يمكن للمرة الأولى إن إحنا بدأنا إن إحنا نطلق لنا منصات على وسائل التواصل الاجتماعي بقى عندنا دلوقتي على منصة الفيسبوك بيج على الفيسبوك على الإنستجرام على تويتر على اليوتيوب على السناب شات تقريبا ما سبناش وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي إلا لما كان فيها منفذ يمثلنا حاليا مش بس كده بنبتدي إن إحنا نستخدم منصات التواصل الاجتماعي دي الفترة الجاية يعني على نطاقنا نطاق الإعلاني ونطاق الإعلامي نطاق الإعلامي بإن إحنا بنبتدي إن إحنا نطرح كافة مستجدات الأمور اللي إحنا بنعملها سواء كان في واحد مريم أو في باقي الشركات اللي إحنا نبتدي نتكلم عن أنشطاتها خلال الدقايق الجاية النطاق الإعلاني إن إحنا بنعلم بقى هنا عن الخدمات اللي ممكن يستفيد بيها العامة أو الجمهور وبنقوم بعملية تصويقية للخدمات اللي إحنا بنقدمها الفترة الجاية طب أنا عرفت إن حضرتك من ضمن خطتك للتنشيط لمنتجة واحد مريم إنك قمت بزيارة لواحد سيوى إيه اللي استفدتوا من زيارتك في واحد سيوى لخدمة نشاطك الأعلامي في منتجة واحد مريم؟ عايزين نعرف إيه سر زيارة؟ هو الحقيقة خلال الفترة الأخيرة إحنا قمنا بالعديد من الزيارات لمحافظات مصر يمكن كانت الزيارة البارزة أو أهم زيارة فيهم كانت زيارتي أنا ومهندس علي خطاب لسيوى لأن إحنا زي ما إحنا قلنا ونوهنا خلال الحلقات السابقة إن إحنا بنحاول إن إحنا من خلال واحد مريم ننقل كونسبت إن إحنا بننقل سيوى للقاهرة لكن بأسلوب يجمع أو بطريقة تجمع ما بين الأجواء السيوية البدوية اللي إحنا كلنا بنحبها وبين أجواءنا القاهرية اللي كتير جدا برضو من السياح بيحبها فنعمل مكس ما بين الاتنين نقدر إن إحنا نطلع بحاجة مختلفة طب ده على النطاق السياحي دايما لما بنبتد إن إحنا نستنسخ تجربة مش بنستنسخ التجربة بشكل أصام جامد زي ما هي لأ بنبتد إن إحنا نعمل جديد فيها وده اللي إحنا الحقيقة خططنا ليه ونفزناه بالفعل الفترة الأخيرة اللي فاتت زي إيه؟ زي إن إحنا بتدينا إن إحنا نلقل نفس الأكل السيوي نفس المشروبات السيوية نفس الأجواء بشكل عام مش كده وبس نبتد إن إحنا نخليها تتميز أو تتلمس بالطابع القاهري ومن ضمن نتاج الزيارة إن إحنا ابتدينا إن إحنا دلوقتي بننشئ يعني من أوائل أماكن اللي يبقى فيها حاجة اسمها كهف الملح كهف الملح ده بيكون متكون من نوع من أنواع الملح اللي بيتسلط عليه بشكل معماري معين لأن طبعا مهندس علي قطابه هو مهندس معماري في الدرجة الأولة يعني بشكل معماري معين وبطريقة معينة استخدام الملح والإضاءة وبعض المواد الأخرى بيانتج عنها مادة المادة دي بالتعالج العديد من الأمراض منها الروماتازم منها سحب الطاقة السلبية وده اللي إن شاء الله بنشهد افتتاحه خلال الفترة الجاية هو يعني أنا بس بيستوقفني حاجة فكرة نقل مكان السياحي من مكانه الأصلي بصورة حقيقية إلى قلب القاهرة أو إلى قلب المدينة دي فكرة مؤخرا أصبحت متواجدة الفكرة دي أعتقد أن هي مش بس لها تأثير على تنشيط السياحة لا التنشيط الثقافي كمان في ناس كتير ما تعرفش الأماكن دي وما تعرفش تفاصيلها ما تعرفش إيه اللي يستفيدوا منها لما بيروحوا ويمكن هنا إحنا بنقول الكونسبت إيه إن إحنا بنقل لوكو سيوى داخل داخل القاهرة طب بنعمل ده إزاي إن إحنا بنخلي الناس تستفاد من أكتر من لاي طيب الأول أن أنت بدل ما أنت هتقطع يعني مئات الكيلومترات علشان تروح سيوى وتستفاد من أجواءها لا إحنا سيوى بقيت هنا مش كده وبس بنطبق كونسبت جديد اسمه السياحة التدريبية إن إحنا خلال الفترة الأخيرة المهندس علي خطاب طبعا هو صاحب مدارس خطاب الخاصة ابتدينا إن إحنا بنشتغل على جزئية التعليم وعلى جزئية السياحة ونعمل دمج ما بينه طب تتلمني حضرتك إزاي يعني خبرتك الإعلامية بتقدر أن أنت توظفها في خدمة نهضة المجال التعليمي من خلال واحد مريم إزاي العلاقة دي رايزاك تشرحها بس للسادة الجمهور خليني هنا هقولك النقطة دي بس محتاجة توضيح كونسبت السياحة التدريبية أو السياحة التعليمية هو كونسبت إحنا بنقول إن إحنا بنحاول إن إحنا نوصله للناس هو كان متواجد قبل كده لكن مش على نطاق واسع فأول حاجة بنعملها إن إحنا بنسلط الدوق على دفع إحنا كده قمنا بدورنا الإعلامي والإعلاني عن المشروع ده الدور التاني هو بقى المشروع نفسه اللي هو إيه بدل ما أنا خارج رايح مكان أتفسح أو أقضي وقت لذيذ بس أو لمجرد الفاني أو الترفيه لأ أنا رايح علشان أحصل على الترفيه ويتخلى للترفيه ده برنامج تدريبي أو برنامج تعليمي بقى أنا عملت حاجتين استفدت؟ تعلمت؟ هو ده هدف نبيل جدا من المهندس علي خطاب لأن عادة رجال الأعمال بيهدفوا دايما للربح المادي أكتر فكون هو بيصلط الدوق على الجانب التعليمي حتى يسافين منه الناس وبيبذل من ده مجهود ومن ناحي كمان المادية فده شيء يحسب له فعلا لأن معظم رجال الأعمال ما بيبصوش للنقطة دي قد ما بيبصوا للمكسب المادي من المشروعات اللي بيقدموها للمجتمع طيب أنا سمعت أن فيه حاجة كويسة قوي بيترحل بشباندس علي خطاب الفترة الجاية وهي مبادرة مساعدة الشباب في الزواج إيه هي المبادرة دي تكلمنا عنها باستفادة شفية طيب خليني هنقول أن الفترة الأخيرة طبعا كلنا شوفنا ظروف فيروس كورونا وأن مئات الشباب بل آلاف الشباب أعدوا بيتهم ما كانش فيه شغل أن كان فيه الآلاف من المخطوبين اللي حابين أن هما يبتدوا يعملوا الفرح بتاعهم أو يبدأوا حياتهم ده كله كان متوقف بسبب ظروف فيروس كورونا طب إحنا الفترة الأخيرة بتادينا بقى نلعب على إيه مش هنتكلم عن بس المساعدات اللي واحد مريم قدمتها للجانب أو للمحيط أتطرق لها يعني هل المبادرة دي بتاعني بس تخفيض تكاليف حفل الزفاف ولا هي أشمل وأعمل من ده هو قبل باتكلم عن ده أصلا باتكلم عن كونسبة تاني خالص أن خلال فترة الإيقاف كل العاملين في واحد مريم كان بيوصل لهم الرواتب بتاعتهم في موعدها يعني وده شيء الحقيقي يحسب لإدارة المجموعة كلها وده شيء عظيم وإنساني جدا من مهندس عالي إن لم يتوقف أجر واحد بس لأن دايما إحنا بنقول أن المكسب الحقيقي هو في تيم العمل المتكامل ودائما في الأزمين بيبقى في خسارة مادية على المكان العمل وعلى رجال الأعمال علشان كده لما بدنا نشتغل إحنا اشتغلنا بشكل سريع جدا وبشكل قوي لأن أصلا فريق العمل لم يتوقف ربما توقف جسديا لكن عقليا وذهنيا كان على طول حاضر معنا المبادرة الجديدة اللي احنا بنعملها إيه؟ إن إحنا بعد القرار اللي طلع من رئيس مجلس الوزراء بأن مسموح للقاعات الأفراح اللي في الأوبين إيريا إنها تشتغل وإنها تعمل الأفراح إحنا قررنا كإدارة مجموعة الخطاب جروب وواحد مريب إن إحنا نعمل مبادرة لتدعيم ومساعدة الشباب لإقامة حفلات الزفاف بأن إحنا خلينا التكلفة خمس تلاف جنيه شاملة كل حاجة في حفل الزفاف بس ده رقم يعتبر مريب ممكن مش أي مكسب أساسا معكما أنا ألمي إن الواحد مريب بتقدم كواليتي عالية جدا في الخدمة وفي التنصيق وفي التنظيم فده يعتبر وخلينا هنا برضو أضيف لكوزرية إن إحنا مش مجرد قاعد أفراح إحنا قرية أو منتجع سياحي كامل بيقدم كل الخدمات سواء كان المطاعم البدوية أو المطاعم السوية مجموعة الكافيهات ومنطقة أطفال فكل حاجة متواجدة ومسموح للفرح بحق الاستغلال ده كله في اليوم اللي هو متواجد فيه طيب بالنسبة للتوسعات اللي بتقام حاليا في منتجة واحد مريم حتى تكلمنا عن التوسعات دي بتقدم إيه في الفترة الجاية؟ طيب يمكن إحنا نفذنا الجزء الأول من واحد مريم واللي تم افتتاحه كلال الشهور أو اللي احنا صورناه فأنا وبعدها طبعا توقفنا فترة كورونا وحاليا نستعد للمرحلة التانية طب علشان الناس اللي بتشوفنا تبتدي تسترجع معنا الجزء الأول اللي احنا فتحناه كان منتجة واحد مريم بما فيه بقى من مطاعم كافيهات منطقة الكاتزي أريا المنطقة التجارية اللي احنا بنترح فيها العديد من البراندات الفترة الجاد دي كانت المرحلة الأولى استدجي طبعا الحفلات إلى آخره طب احنا عدين بس نركز على منطقة علعاب الأطفال دي بتقدم إيه بالزاق طب خلين بس هنا أكمل الجزء التانية لأنها جزء مهمة جدا علشان الجمهور ما يفصلش معنا الجزء التانية اللي هي المرحلة التانية اللي بتدم بإذن الله سومنجيبول حمام سباحة زائد العديد من المنشآت اللي هتكون حوليه أو خلينا نقول بنسميها الغرف اللي هتكون متواجدة للإقامة شليهات مالأ صحنا دي يوز في الواحة نفسها بالإضافة إلى كهف الملح اللي هيكون متواجد في نفس المنطقة بالإضافة إلى ملعب لكرة القضاء لأنه قريب برضو إحنا بنوسع نطاق السياحة الرياضية وهيكون فيه إن شاء الله حاجة هنعلن عنها خلال الفترة الجاية هو تعاون في أكاديمية الرياضية ما بين مصر والإمراض طب إحنا عايزين بقى حاجة حصرية تخص موضوع الأكاديمية الرياضية دي عايزين نعرف يعني ولو حاجة بسيطة كده حصرياً لبرنامج نواحة مرينة هو كده كده البرنامج برنامجنا فإحنا بنعلن كل ما هو جديد في البرنامج من خلال منصتنا الإعلامية اللي بنتشرف طبعاً لحضرتك تمثليها الخبر الحصري دي زي ما أنا قلت إن إحنا لفترة الجاية فيه تعاون رياضي كبير إن إحنا بننشئ هنا على الأراضي المصرية أول أكاديمية رياضية بدعم من الإمارات دي هتكون يعني تعاون مصري إماراتي هنبتد إن إحنا نستقطب كل المواهب الكروية من الشباب المصري من الأعمار المختلفة اللي هيعلن عنها خلال الفترة الجاية ومش بس بنكتفي بتأييلهم هنا لا بيحصل عملية تبادل ما بين الأكاديمية هنا وما بين الإمارات بحيث أن الطليع أو اللاعب يستفيد بالكفاءات المصرية ويخرج برة يبتدي إن هو يستفيد من خلال اللاعب مع أكاديميات من جنسيات ومن دول أخرى فيحصل عملية تدريب وخبرة مع التدريب ده فيؤهله إن هو يكون اللاعب محتمل هو ده خبر جميل جدا وده مبادرة عظيمة جدا من المهندس عليه خطاب وأنا شايفان هو بيعمل على قدم وصاق لخدمة المجتمع قبل ما يكون خدمة المنتجة صحيح فده يعني مجهود يشكر عليه فعلا هو نموذج حقيقي محترم لرجل الأعمال الناجح طيب أعايزين بس نتطرق لحتة الكيدز إيريا أو منطقة ألعاب الأطفال هل هي فقط بتقتصر على الألعاب كترفيه ولا هي فيها حاجات منها ألعاب ومنها بتنمي مهارات الأطفال لأن أنا أعرف ما شمعني سعلي دايما ما بيهركز على قصة الترفيه فقط ولكنه دايما بيدخل مع ترفيه جزء تعليمي أو تدريبي علشان يكون الاستفادة كاملة من الزائر خلينا نقول أن خلال الأسبوعين اللي فياته كنا بنظم لسه الجريم مايند أكاديمي وهي أحد الأكاديميات اللي بتهتم بتأهيل الأطفال في مختلف المجالات كان ده أحد الأنشاط اللي احنا كنا بنظمها داخل واحد جريم مايند أكاديمي كانوا في الحلقة السابقة معنا بزرط إن إحنا هنا بنلعب زي ما أنا قلت على كونسبة السياحة التدريبية أو التعليمية اللي جاي جاي يترفع وفي نفس الوقت يتعلم حاجة جديدة نادراً لما نلاقي الأطفال في مكان جاي عارفة إنها رحلة طرفيهية وفي نفس الوقت جوه الرحلة دي لأن فيه تفاعلات كيميائية بنبتدي نعلمها للأطفال بنلاقي إن فيه مهارات حياتية بنلاقي إن فيه مجموعة من المحاضرات البسيطة خالص لأن فيه مجموعة من الألعاب اللي بتهدف بشكل طرفيه وشكل تعليمي في المقام الأول ده كله إحنا بنبتدي إن إحنا نطرحه الفترة الجاية يعني شغلين كواس جداً على ملف ده والإحتياجات الخاصة ولينا أكتر من أطرحات هنترحها خلال الفترة الجاية في الملف ده فزي ما أنا قلت إحنا مش بس بنهتم بالربح المادي لأن الاستثمار في البشر هو أعلى استثمار إن أنا أبني إنسان أو أبني كادر فعال أو كادر ناجح هو ده اللي بيخلق الدعم المادي فيما بعد طيب بالنسبة حضرتك يعني أنت شايف يعني بشو ما نسعلي خطاب وزيه من رجال الأعمال للنجاحين اللي هم بيحاولوا يرجعوا النشاط السياحي إلى مكان عليه أو إلى أحسن مكان عليه قبل فترة كورونا طيب أنت شايف السياحة دلوقتي في مصر وضاها إيه بصف عام خلينا قولي أن بعد أزمة كورونا طبعا السياحة تأثرت جدا بعد الظروف اللي مرت بيها مصر على مدار السنوات اللي فاتت خلينا قولي أن فعلا السياحة بدأ معادة انتشار متاعها يقل شوية لكن نأمل أن إحنا يكون اللي إحنا بنعمله ده يكون دور من الأدوار اللي نساهم في أن إحنا ننمي السياحة من أولو دي خاصة السياحة الداخلية وده جزء كبير جدا إحنا مهتمين به أن دايما بنمقتصرين السياحة على بعض المدن أو بعض المحافظات لكن بنقول للناس أعرف بقى محافظتك أو أعرف بلدك فيها إيه مش شرط أن أنا ألاقي الجو المختلف بعيد لأ ممكن ألاقيه قريب ليا وتحديدا في واحد ما هي دي النقطة اللي عايزة هل نقدر نقول إن مشروعات نقل مكان سياحي من مكانه البعيد إلى قلب المدينة نقدر نسميه مثلا مشروعات أو مبادرة أعرف بلدك نقدر نقول كده إحنا ممكن نقول إن إحنا زي ما أنا قلت إن إحنا في الأساس بنهدف لخدمة المجتمع قبل الدعم المادي فوريفر المساميات المهم إن إحنا لنكون سبتفين حاولنا إحنا نحاق طيب بالنسبة حالتك للسياحة إنحنا أنت قلت الوقت كلمة السياحة الداخلية طب هل منتج واحد مارين بيهدف فقط للمجتمع الداخلي ولا في مثلا هيحصل بعد كده فيما بعد استقدام لأفواك سياحية من الخارج بالعكس إحنا الفترة اللي فاتة يمكن كنا عاملين برنامج تدريبي ده كان خاص لبعض الدول اللي شاركت معنا بكثافة أو بكسرة وكان من ضمنها فلسطين وسعودية وغيرها من الدول اللي شاركت معنا كنا آخر حاجة عاملينها كانت رحلة الحياة للتغيير الجذري وتطوير الزاد دي كانت متواجدة في شرم الشيخ للعدد 25 سائح من مختلف الجنسيات عايز أقول للنسخة الثانية مش مضطرين إن احنا نروح شرم الشيخ أو مش مضطرين إن احنا نروح سيوى أو نروح الغرداء إن احنا بقى عندنا المكان اللي فيه كل المقاومات اللي تخلي الأفواج دي بدل ما تروح مكان بعيد لأ تبقى متواجدة عندنا هنا في القاهرة وده بيرمي للعديد من الأهداف الأخرى إن أنا مش معنى كده إن احنا بنقول إن احنا مش هننظم حاجة داخل مدينة السلام شرم الشيخ أو داخل سيوى لا هنا في القاهرة إحنا بنتميز بإيه في واحد مارين إحنا بنقول ده داخل القاهرة ومحيط القاهرة فيه أكتر من حاجة تاني ممكن يستفيد بيها المتدرب الممتواجد فهو هنا بيحقق two concepts إن هو سيفر سيوى وهو قاعد متواجد داخل القاهرة طب أنا عرفت من كلامي مهارتك قبل كده إن واحد مارين إن شاء الله هيكون في فترة مش بعيدة هيكون فيها فروع أخرى هل هي هتكون من نفسه صورة واحد سيوى ولا بشوانس علي هيبتدي ياخد صور تانية من خريطة مصر ينقلها ولا برضو هتبقى طبيعي سيوى دي مفاجأة يعني هنعلن عنها في وقتها يعني هلبسان هياخد صورة من الشيخ هياخد صورة من الغرداء هياخد صورة ولا هيبقى برضو على التراز الوحى السيوية يعني خلينا نقول محدش يتوقع هذا يعني إحنا مش عايز تقول أي حاجة عشان نقولها خلينا يعني خلينا دايما مش هنقول إحنا هنعمل خلينا نتكلم دايما بصيغة عمال فإحنا بنقول إحنا عملنا دا الفترة الجاية الفترة السابقة الفترة الجاية إن شاء الله إلا هينفز هنعلن عنها طب بصفتك كمستشار إعلامي المجموعة الخطاة في مصر والأمارات هل في دور بيتلعبوا المجموعة بصفتها في الإمارات مع منتجة واحد مريم؟ هل ليها نشاط؟ أكيد طبعا هنكون لسه بنتكلم من شوية عن جزء من التعاون وهو التعاون الرياضي اللي أنا تكلمت عنه من شوية وفيه أكتر من وجه تعاون برضو هنعلن عنه خلال الفترة الجاية لكن خلينا هنا بقى أنتهز الفرصة عشان أنا عارف إن وقت حلقتنا قرار بيخلص هنتهز الفرصة وقولي إن إحنا الفترة الجاية برضو عاملين حاجة اسمها ستاتج المواهب إن إحنا بنطرح الستاتج بتاع واحد مريم لكل الناس الموهوبة بشكل مجاني خالص يعني لو إنت عندك أي موهبة ممكن تنورنا في واحد مريم وتطلع على الستاتج تعرض الموهبة بتاعتك مش بس كده بنتهي إن إحنا نصورها بشكل احترافي وإن ذاعها على كل منصاتنا على السوشيا الميديا الفترة اللي إحنا دشناها الفترة السابقة والفترة الجاية بنعمل لها معدل انتشار عالي جدا بحيث إن إحنا نكون منصة من المنصات الأوليلة اللي بتدعم المواهب في مصر هتكلم عن حاجة تاني علشان أنا عارف برضو الوقت قرار بيخلص هتكلم عن إحنا برضو بنرتب إيفنت من الإيفنتات اللي هتكون مهمة جدا الفترة الجاية ويمكن بشكر أستاذ عبد الحميد توفيق رئيس قناة الصحة وجمال إنه دايما بيفتح أزرعه لإنه هو يساعدنا ويدعمنا في إن إحنا بننفذ الفترة الجاية إيفنت الاختيار المواهب والكوادر الإعلامية الشابة اللي لسه بدأ وده اللي إحنا هنعلن عنه الفترة الجاية إن إحنا هنا على شاشة قناة الصحة وجمال هننتج خمس برامج لخمس شباب متميزين الفترة الجاية ولما نطرح باب البدء أو قبول المرشحين لده إن شاء الله هنطرحه خلال الحالات الجاية هنا في واحد مارين طيب في عجالة كده هو ده كان السؤال تقريبا الأخير كنت أسأله حضرتك بالنسبة للمناسبة أنا أعرف إن في مجموعة من المناسبات الهامة اللي هتقام في منتج واحد مارين في الفترة القادمة حالتك تكلمنا عن المناسبات دي في عجالة هتكون إيه؟ هي أبرز مناسبة إحنا بنتكلم عنها وبنبتدي إن إحنا نسلط عليها الدوق الفترة دي هي الإيفنت الإعلامي إن إحنا بنحاول إن إحنا نأهل بعض الكوادر الإعلامية وده جانب الجانب الثاني إن إحنا نختار بعض الكوادر الإعلامية اللي تمثلنا علشان هتكون يعني بتقود المجموعة الإعلامية لفترة الجاية زي ما أنا قلت كده إن إحنا بننتك خمس برامج متخصصة هيكونوا متوجدين على شاشة كنات الصحة والجمال كل الكوادر دي هتكون من إيه؟ هتكون من المواهب الإعلامية اللي هتقدم معنا في الإختبارات اللي إحنا هنعملها لشباب الإعلامين خلال الفترة الجاية داخل واحد مريم بحضور العديد من الأسماء الإعلامية الكبيرة جداً اللي برضو هنوعلن عنها في الوقت المنسبة بتمنى لك كل توفيق إن شاء الله وبهنأك مرة أخرى على المنصبك الكدير أعزائي المشاهدين بشكركم وإلى اللقاء وبشكر ضفنا الأستاذ عبد الرحمن سالم المساشر الإعلامي لفترة الخطاب في مصر والإمارات وإلى اللقاء في حلقة قادمة يوم الثلاثة ساعة خمسة مع برناميكم واحد مريم شكراً لكم